لمعرفة المزيد ننتقل إلى طوني مزرعاني أهلاً طوني تفضل نعم تهاني إذن مشاهدين معطيات كثيرة راهنة تدل على أن النشاط الإرهابي في عام 2023 سيكون ناشطاً ويأخذ منحاً تصاعدياً وذلك بحسب تقرير لمعهد أبحاث السياسة الخارجية الأمريكي فالتقرير رأى أنه رغم الحد من خطر داعش في سوريا والعراق حيث خاثر اثنين من زعمائه خلال 2022 إلا أن فروع التنظيم خارج البلاد طبعاً خارج بلاد الشام مازالت قوية ورجح التقرير بأنه من دون وجود ضغط مستمر من أمريكا وحلفائها فمن المحتمل أن يتمكن داعش والقاعدة وفروعهما من إعادة بناء شبكتهما داخل الشرق الأوسط وخارجي التقرير أشار أن ما بعد أيمن الظواهري قد يعود تنظيم القاعدة ليركز على استهداف السفرات والقنصليات والوجهات السياحية والطيران طبعاً التجاري كما أوضح التقرير أن أفريقيا وجنوب الصحراء أصبحت الآن مركز الثقل للإرهاب لفتاً إلى تنافس الجماعات المتطرفة هناك على الموارد والمجندين وتتسببان في أفار قاتلة خلفهما وتبع التقرير أنه استناداً إلى مؤشر الإرهاب العالمي فأن منطقة الساحل أصبحت أكثر عنفاً بشكل متزايد طبعاً على مدار الأعوام الخمسة عشر الماضية حيث ارتفعت نسبة القتل فيها بأكثر من ألف بالمئة بين عامي 2007 و2021 ورغم النجاحات الغربية في مكافحة الإرهاب أشار التقرير أنها قد لا تكون مستدامة من دون وجود التزام قوي باستمرار العمل لضمان عدم عودة تشكيل للجماعات المتطرفة تموضعها على الأرض وحضر التقرير الأمريكي أنه رغم بذل دول عدة جهوداً كبيرة مثل فرنسا والولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب في الخارج وتحويل تركيزها على منافسة روسيا والصين فأن ذلك من شأنه أن يؤمن الفرص للجماعات المتطرفة لكي توسع نفوذها وسيطرتها واعتبر التقرير أنه بالنسبة إلى محللي الإرهاب قبل فأن العام 2023 سيكون من الصعب التكهم به ما يعني أن مكافحة التهديدات الإرهابية ستكون أكثر صعوبة